هنروح لأخبارنا سريعاً وبنقول أن يعني عندنا خبر أهل 2003 فاز على المصري بنتيجة 6-1 افتتح للنادل أهل التسجيل علي نادر وأضاف سمير محمد الهدف الثاني وابراهيم عبد الحكيم سجل هدفين الثالث والرابع وأيضاً أضاف ميدو نبيل وأحمد أشرف الهدفين الخامس والسادس 6-1 المباراة اللي جاية هتكون يوم الحد القادم الأهل أمام أمبي 2003 هتكون في ملعب أمبي ودي المباراة النهائية في بطولة دوري الشباب النادل أهل ليه الأفضلية هو متصدر بطولة الجمهورية بتلت نقاط لكن المباراة مهمة أمبي لو فاز في ملعب أمبي ياخد البطولة طب النادل أهل لو تعادل أو كسب هو اللي يتوجب البطولة هتكون مباراة صعبة لكن كل التوفيء إن شاء الله للاعبي فريق شباب النادل أهل مواليد 2003 أيضاً 2007 النهاردة هيكون معنا الجهاز الفني وبعض اللاعبين قدروا يفوزوا ببطولة الجمهورية وشوفنا التتويج وزعنا المباراة لحضراتكم أمام المقاولون العرب وقدر يفوز النادل أهلي برصيد 71 نقطة كانت بطولة قوية جداً تصدر إن بالمركز الثاني برصيد 70 نقطة وقدر يفوز النادل الأهلي البطولة بفرق نقطة واحدة دليل على قوة بطولة 2007 وشوفنا كمان اللاعبة اللي كانت شاركت من 2008 وعندنا يعني جيل محترم في 2007 وأيضاً عندهم يعني منتخب مصر بقناة الكابتن أسامة نبيه نتمنى له كل التوفيق نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل أبطال الجمهورية مواليد 2007 الجهاز الفني الكابتن أسامة زكي المدير الفني والكابتن إهاب عبدالعاطي المدرب العام اشتركوا في القناة